في أولى الخطوات الحكومية ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية للاختلالات الاقتصادية أعلنت هيئة الصناعة خلال اجتماعها مع لجنة الميزانيات البرلمانية عزمها رفع القيمة الإيجارية بنسبة 100% على حق الانتفاع في القسائم الصناعية والخدمية والحرافية لتصبح 400 فلس للمتر المربع الواحد يأتي ذلك فيما انتهت لجنة المالية من التعديلات النهائية على قانون المناقصات المركزية أنهت اللجنة المالية البرلمانية تغريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون المناقصات الجديدة وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع أن من ضمن التعديلات تفعيل دور لجنة التظلمات المركزية وإلزام لجنة المناقصات بغرارتها يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني عزم الحكومة رفع القيمة الإيجارية لبدل الانتفاع في قسائم الدولة الصناعية والخدمية والحرفية اعتبارا من الأول من أبريل المقبل تصبح 400 فلس للمتر بدلا من القيمة السابقة التي كانت 200 فلس واعتبر مغاني لجنة أبو محمد الحويلة أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لزيادة عائدات الدولة في ظل انخفاض الحاد لأسعار النفط هناك تجاوب من قبل هيئة الصناعة في معالجة هذه الملاحظات وهناك أمر بارز وإيجابي في تطبيق التوصيات الأخيرة التي أرسلتها لجنة الميزانيات إلى مجلس الوزراء حول إعادة النظر بالقيمة الإيجارية لحق الانتفاع لعقود الدولة وإن شاء الله من 1-4 راح تفعل هذه القيمة الإيجارية الجديدة من جانب آخر تابعت لجنة الأولويات البرلمانية مناقشاتها حول برنامج عمل الحكومة ومدى تطبيق الجهات الحكومية لبرامجها مقارنة بخطة التنمية ونسب إنجاز مشاريعها وقال مغرر لجنة النائب أحمد لاري أنهم ناقشوا بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزيرة الشؤون الاستماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح المشاريع التابعة لكل منهما حمد النبهان مجلس الأمة تلفزيون الكوت